السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شلونكم شباب ان شاء الله زينين اليوم راح اشرح لكم طريقة نقل الالعاب من جهاز الموبايل الى جهاز البي اس فور لكن هذه المرة بطريقة مختلفة بطريقة سهلة بطريقة بعيدة عن كل الازعاجات اللي اراوتكم في الفيديوهات السابقة اليوم طريقتنا بدون نيت يعني ما راح تحتاج اي شبكة واي فاي جرد راح نشرح خطوات بسيطة ممكن انت من خلال تطبيق هذه الخطوات راح تقدر تنقل لعبة من جهاز الهاتف الى جهاز البي اس فور ان شاء الله هذه الطريقة سريعة ومضمونة انا جربتها يعني مسبقا صراحة طريقة جيدة يعني سرعة النقل يتراوح بين 3 ميجا الى 4 ميجا وبعض الاجهزة البي اس فور يمكن 6 ميجات او 7 ميجات حسب جهاز البي اس فور او حسب جهاز الهاتف يختلف باختلاف وتفاوض بسيطة اذا قبل ما نبدأ اتمنى منكم ان تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وايضا نتنتون لايكات على الفيديو لان جاي اتعب وما احصل على الدعم الكافي منكم اذا شباب راح نبدأ طريقتنا بدون اطالة اول شي راح تتجه الى جهاز البي اس فور عفوا راح تتجه على جهاز الهاتف بس اتبع الخطوات راح تروح على ضبط اعدادات الهاتف ومن ثم راح تروح على الاتصالات اهنا راح تختار نقطة اتصال الهواتف المحمولة يمكن يختلف مكان نقطة اتصال الهواتف المحمولة من هاتف الى اخر لكن بالمجمل راح تلقى هذا الخيار بكل اجهزة الهواتف راح تضغط على نقطة اتصال الهواتف المحمولة راح تقوم بغير مفاعلة هنا مكتوبة راح تقوم بضغط بهذه الطريقة حتى يتفعل عندك نقطة اتصال الهواتف المحمولة هسا راح تضغط على كلمة إعادات هنا اسم الشبكة راح تكتب أي اسم يعني عادي أنا راح أكتب فرضا راح أكتب PS4 الحماية أنت خليها مفتوح حتى جهاز PS4 قبل يتصل على هذا الشبكة هنا شباب ركزوا إياي هنا النطاق أنا صراحة جهاز PS4 الخاص بي ما يدعم أكتر من 2 جيجا هيرتس أما بعض جهاز PS4 يدعم أكتر من 3 جيجا يعني راح تختار 5 جيجا أما بالنسبة لي راح أختار 3 جيجا سرعة النقل عندي من 3 ميجا إلى 4 ميجا يعني سرعة معقولة وسرعة جيدة بالنسبة لنقل بهذه الطريقة بعدين راح تضغط على كلمة حفظ حسا حاليا أنشأنا نقطة اتصال وهمية شباب يعني لا تخاف ماكو أي اتصال بشبكة الواي فاي احنا شغلنا راح نسوي علاقة بين جهاز الهاتف وبين جهاز PS4 لكن بطريقة يعني بنقطة بسيطة وبشرح بسيط إن شاء الله الآن بعد ما أنشأنا نقطة اتصال راح نتجه على جهاز PS4 وراح تذهب على الإعدادات وراح تختار الشبكة وتنزل جوه تختار إعداد الاتصال بالأنترنت تضغط مرة واحدة هنا آآ تضغط على استخدام الواي فاي آآ وهنا راح آآ تضغط على مخصص مخصص حسا قبل شوية انشأنا آآ شبكة باسم PS4 راح تضغط عليها مرة واحدة ضغط آآ تضغط على في علامة أو زر في تنتظر شوية راح تضغط على تلقائي وأيضا لا تحدد وأيضا تلقائي مرة أخرى وبعد تلقائي راح يلزك هذا التلقائي ولا تستخدم هسا تم تحديد إعدادات الانترنت اختبار الاتصال بالأنترنت هسا راح نشوف الحصول على عنوان الـ IP آآ الاتصال بالأنترنت فشل يعني شباب هسا خلي بالك مرتاح ما اكو اي اتصال بالأنترنت ما اكو اي اتصال بالشبكة يعني اكو جماعي خاف يقول اخاف الجهاز يتبنت او الجهاز يسير بشي لا تخاف اهنا بس الطريقة حتى نحصل على عنوان الـ IP هسا وين نروح راح نتجه مرة أخرى على جهاز الهاتف انا برنامج اكو برنامج اكسبلورا اكسبلورا او اكسبلور هاي البرنامج راح تحملها من سوق بلاي انا راح اضعها اليك بوصف الفيديو ان شاء الله وراح تجدها بقناة التليجرام ايضا راح اضع رابط قناة التليجرام بالوصف راح ندخل على تطبيق اكسبلورا تنتظر اذا شباب راح تضغط على FTP هنا FTP راح تضغط عليه مرة واحدة وراح تضغط اضافة خادم اضافة خادم اذا هسا ايش راح تسوي بس ركزوا اياي راح تكتب هنا بالتسمية عفوا راح تكتب PS4 عادي اي اسم تكتب عادي تكتب اسمك تكتب اي رموز اي ارقام ما باي اشكال اما الخادم هنا عنوان الاي بي اشلون راح نجيب عنوان الاي بي طبعا هنا يقصد عنوان الاي بي الخاص بجهاز PS4 راح تجي على وين راح تجي على تطبيق PS4 اكسبلور على جهاز PS4 شباب ركزوا هاي التطبيق انا شرحتها قبل اه اعتقد خمس فيديوهات اه طريقة نقل برنامج PS4 اكسبلور من جهاز الهاتف ايضا الى جهاز PS4 طبعا شباب هذا البرنامج راح تحتاجونها بشكل كثير جدا يعني هاي تطبيق ضروري للاجهزة المعدلة راح تدخل على PS4 اكسبلور تنتظر شوية اذا هسا راح تضغط على L3 حتى شنو تفعل الاي بي هسا شباب هنا الاي بي عفوان الاي بي الخاص بجهاز PS4 192.18.81 هنا شباب اتجه اياي وتعالوا اياي على جهاز الهاتف مرة اخرى انا راح اتعبك اليوم ان شاء الله بس راح تستفاد من الفيديو اسم الخادم او عنوان الاي بي راح تكتب هنا عنوان الاي بي اللي ظاهر امامكم بالشاشة واحد تسعة ثنين بوينت واحد ستة ثمانية بوينت واحد ثمانين وبوينت واحد راح تضغط على كلمة حفظ وهنا شباب لاحظوا قدام FTP شيرنج راح تضغط مرة واحدة هكذا حتى يفعل عندك ال FTP هنا شباب بعد ما ضغطت على هذه الدائرة راح تضغط على PS4 هسا شنو شباب رسميا اتصل الهاتف بالPS4 بطريقة سهلة ما بي يعني اي اشكال ما بي هسا شنو هسا راح تنزل جوا تختار كلمة يوزر عفوا وتختار كلمة اي بي بي اما هنا تجي تجي تسحب هكذا على اليسار الشاشة انت وين محمل اللعبة اللي تريد تنقلها على جهاز PS4 انا محملها على داونلوت هنا داونلوت تضغط على داونلوت او اي ملف انت محمل بي اللعبة انا هنا اه محمل اه هذا لعبة رايمن سبعة جيجا بايت تضغط على علامة صح وبعدين راح تضغط على هذا اللعبة ضغطة مطولة وراح تضغط على كلمة نسخ هسا شباب يقول لك اه اه هذه اللعبة راح تنقلها على يوزر على اي بي بي في ملف في جهاز PS4 راح تضغط على كلمة موافق هسا شباب بدأ نقل اللعبة هسا حاليا جا ينقل اللعبة ومثل ما ظاهر امامكم سرعة النقل 3.8 الى 4 يعني سرعة معقولة جدا وما تحتاج اي انترنيت ما تحتاج اي شبكة ما تحتاج اي شي ما راح تحتاج ومجرد صوينا علاقة علاقة وطيضة عفوا علاقة حلوة بين الـ PS4 بين الجهاز الهاتف يعني ما يكو اي اشكال ان شاء الله ومثل ما ظاهر امامكم سرعة النقل 4 ميجا بايت في الثانية الواحدة يعني سرعة معقولة جدا سرعة حلوة سرعة ممتازة بالنسبة لهذه الطريقة هسا شباب اش راح اصوي راح اوقف الفيديو حتى اكتمل عندي عملية النقل وارجع اكمل اجربوا ياكم اللعبة حتى نشوفها يتبت ما يتبت من اجل المزاقية هسا حاليا الساعة 10-15 دقيقة راح نرجع ونشوف اش قد طور عملية التحميل ما اعتقد اش قد اتأخر النقل لكن انا افضل هذه الطريقة على طريقة ان تفتح النات وبعدها تنقل اللعبة هاي طريقة حلوة سليسة عفو مثل ما تلاحظون سرعة النقل 4 او 3.9 او 3.8 يعني ما يقل عن 3.6 ميجا بايت في ثانية الواحدة عفوا اذا هسا راح تنزل امامكم اللعبة وراح يكتمل عملية النقل بطريقة سهلة جدا ان شاء الله اذا تم عملية النقل هسا انتهينا من جهاز الهاتف تقدر تشمره تقدر تكسر جهاز الهاتف الشاقة اه لا تسوي هاي الحركة اسا نتجه على جهاز البي اس فور وننزل جوه نضغط على كلمة يوزر واي بي بي ننزل جوه نختار اللعبة اللي قمنا بتحديثه عفوا بتحميله قبل شوية اذا تنزل جوه اهنا اي بي بي باكيج راح تضغط عليه مرة واحدة اهنا لعبة رايمن ليغاندس مثل ما تلاحظون اللعبة جاهزة وكاملة من تضغط على علامة فيه ويبدأ يحمل عندك اللعبة بعض الشباب تم اضافة الى التنزيلات رايمن ليغاندس طبعا لعبة رايمن يعني بالنسبة لي احب هذا اللعبة لعبة مغامرات تقدر تلعبه ويا اخوانك هسه مجرد تتبت اللعبة وتضغط عليه وتلعبها بشكل مباشر ان شاء الله بدون اي مشاكل اه شباب بالله عليكم ما استاهل لايك او اشتراك يعني تقريبا صار ثلاث مقاطع انشر بخصوص نقل الالعاب من الهاتف يعني ما راح تحتاج اي بي سي ما راح تحتاج فلاشة ما راح تحتاج هارت خارجي مجرد اعلمك شلون تنقلها من جهاز الموبايل ان شاء الله اه يوم الجمعة راح انزل فيديو اه جديد وراح اه استمر بالنشر ان شاء الله الى الفيديو القادم اه دمتم بسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته